القرآن غيرني ونبهني وأحياني غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني سمت بي في عواليها في صوت خاشع حاني فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم سماه الله تبارك وتعالى روحا لأنه فعلا القرآن هو روح روح لهذا الإنسان وبدونه فالإنسان ميت ويهدي الله به من يشاء من عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله كما ثبت في السنن والسير كانت دعوته القرآن يأتيه الواحد من المجادلين من الكفار فلا يزيد أن يقول له أفرغت فإن قال نعم قرأ عليه كلام رب العالمين نعم القرآن هو الهداية والقرآن هو الذي غير أولئك الرجال أقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عبدة أوثان وضلال وفي غواية وجهالة إلى نور وهداية فجعلهم قادة العالم وجعلهم أساسا لكل خلق كريم لهذه الأمة نعم أيها الإخوة الكرام وكم شاهدنا ورأينا في زمننا هذا قراءة القرآن وخاصة ما كان منها في تلاوة الصلاة غيرت خلقا كثيرين إلى الهداية والاستقامة يحضرني في هذا قصة أخي لنا ولولا أنه صرح هو بنفسه وباسمه لما كنت مخبرا عنه قال إنه صلى معي صلاة قيام أيام كنت في الصومال وقبل ذلك يقول هو بنفسه ما كنت مصليا ولا كنت أعمل شيئا من الخيرات بل كنت في الفجور والفسوق وكنت شابا في لهو ولغو وما عليه وما عليه حال الشباب البعيدين عن دين الله عز وجل قال ولكن كان من فضل الله علي أنني كنت في شهر الصيام كنت أصوم وبما أنني أصوم كنت أصلي التراوح والقيام قال فساقني القدر ورحمة رب العالمين أن فطرت في بيت قريب من المسجد الذي كنت أصلي فيه أنا إماما قال فصليت معك التراوح فوقع ذلك القرآن وتلك القراءة على قلبي ثم استمريت في التهجد ثم استمريت في ذلك شهر رمضان حتى تغيرت حياته هو يخبر إلى هذا وأنا أزيد أن هذا الرجل الآن له مجامع دعوية كبيرة جدا وتحت يديه وفي تربيته آلاف من الطلبة ومئات من حفظة كتاب الله وأنا ما كنت أعرفه ولكنه أخبرني يقول كل ما ترى من هذا الخير الذي يعني تحسبني فيه أو ما تراه من هذا النشاط والجهد الدعوي سببه أن صليت معك قيام الليل ذات ليلة فغيرت حياتي إلى ما ترى نعم القرآن غيره أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين القرآن غيرني ونبهني وأحياني غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني سمت به في عواليها في صوت خاشع حاني فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني